تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله في اجتماع مجلس الوزراء لوزارتي الداخلية والعمل بالتنسيق لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل عقد الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم اجتماعا مع سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ومدير عامل ادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية ومدير عامل ادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة وقد اشد معالي وزير الداخلية بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تأتي في اطار الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة لتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية الهادفة الى تعزيز نهج البناء وادماج المستفيدين في المجتمع وبما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الامن المجتمعية وتم خلال الاجتماع مراجعة الخطوات والآليات التنفيذية التي تضمن سرعة ودقة التنفيذ وتذليل اي عقبات في هذا الشأن كما تم الاتفاق على ان تصدر وزارة العمل اعلانا ينظم الاجراءات التنفيذية المطلوبة ترجمة نانسي قنقر